جولة عبر الصحف نبدأها من الشروق اليومي وفي أحد مقالاتها تحدثت عن بداية العدة التنازل لتوزيع 230 ألف وحدة سكنية والتي لم يتبقى منها سوى 17 يوماً ما يطرح التساؤلات حول طريقة التي سيتم اعتمادها لإنجاح التوزيع خصوصاً وأن وزارة السكن قد رمت بالقرى في منعب الجماعات المحلية بإنهائها إنجاز السكنات ومنحها للولات جزائريون شاركوا في محاولة اغتيال وزير الداخلية التونسي عنوان مقال في جريدة الخبر قالت فيه أن وكالة الأنباء التونسية نقل التصريحات للناتق باسم المحكمة الابتدائية في تونس أكد فيها أن الهجم المسلح الذي استهدف منزل وزير الداخلية التونسي شارك فيه إرهابيون جزائريون أما البلاد كتبت مقالاً تحدثت فيه عن التحقيقات التي ستباشرها المديرية الجهوية لنفطال بالعاصمة بشأن اختلاط البنزين والمزوت بالمياه في عدد من محطات الوقود على خلفية الأمطار الأخيرة التي تهاتلت على العاصمة وهو المشكلة الذي تسبب في أعطاب خطيرة في سيارات المواطنين وعرض بعضهم إلى حوادث مرور مميتة وقت الجزائر تطرقت في أحد مقالتها للشكاوى التي رفعها أطباء وممرضوا المؤسسة العمومية للصحة الجوارية في غردايا ضد مصالح الأمن بعد إقدامها على اقتحام المستشفى في حدود الساعة الثالثة من يوم أول أمس ما سبب حالة احتقان في الوسط الطبي الذي رفض ما أسماه بتجاوزات رجال الشرطة نختم بالوطن الصادرة بلغة فرنسية التي نقلت تصريح وزير الاتصال حاميد جرين الذي استغرب من وجود مشاكل لدى بعض الصحف في تسديد ديونها لدى المطابع وهي تستفيد من مداخل إشهار تقدر بـ 30 مليون دينار لا يخصص منها إلا 7 ملايين لمصاريف التشغيل فيما يتبقى لها مع قدره 23 مليون فائدة أو أرباح اشتركوا في القناة